مشاهدين نرحب بكم ضمن من العاصمة ساعة مفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة والعالم والبداية من تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة قال البنتاجون أن المباحثات بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي أفغالن تناولت الجهود المبذولة لتهديئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأشور المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إلى أن أحدا لن ينتصر في حال نشر بصراع إقليمي أوسع وأن التركيز منصب على إيجاد حل دبلوماسي للتوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل نقل رايدر عن أوستن قوله أن استفزازات حزب الله تهدد بجر إسرائيل ولبنان إلى حرب وتأكيده أن دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفس ثابت ومتواصل لبى وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالنت دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فأتى إلى هنا إلى البنتاجون حاملا ملفات الحرب في غزة والتصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي كان في استقبال جالنت وجه رسالة تحذير من التصعيد على الحدود الشمالية أنا قلق للغاية من تزايد الهجمة بالسواريخ على شمال إسرائيل من حزب الله اللبناني استفزازات حزب الله تهدد بجر الشعبين الإسرائيلي واللبنان إلى حرب لا يريدانها مثل هذه الحرب ستكون كارثة على لبنان وستكون مدمرة للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين الأبرياء يمكن بسهولة أن تتحول حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب إقليمية مع عواقب واخمة على الشرق الأوسط الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للحيلولة دون مزيد من التصعيد لذلك نسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد الهدوء الدائم إلى الحدود الشمالية لإسرائيل ويمكن المدنيين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية أسن حمل حركة حماس مسؤولية إطالة أمد المعاناة بالنسبة للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين هو أيضا وجه لإسرائيل الدعوة من أجل فعل المزيد لحماية المدنيين في قطاع غزة على حماس أن تقبل مقترح وقف إطلاق النار وإذا لم تفعل ذلك فإنها تساهم في المزيد من المعاناة للفلسطينيين نفذت إسرائيل مؤخرا عملية جريئة لإنقاذ أربعة رهائن كانت تحتجزهم حماس ظلما في غزة ولن نرتاح حتى يعود جميع الرهائن إلى وطنهم بأمان بما في ذلك المواطنون الأمريكيون إسرائيل تخوذ معركة شرسة ضد عدو قاس لا يرحم لكن عليها أن تعمل على حماية المدنيين في المعارك إضافة إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة أتطلع للمناقشات التي ستجريها الولايات المتحدة وإسرائيل مع السلطة الفلسطينية والشركاء في المنطقة بهدف تعزيز الأمن في الضيفة الغربية وإعادة الاستقرار إلى غزة من خلال المضي قدما نحو خطة لما بعد الحرب وحل الدولتين من جانبه جالنت أكد تصميم إسرائيل على فرض الأمن استعادة الرهائن وتغيير الواقع على الأرض اليوم نحن على مفترق طرق وسيكون لذلك تأثير على الشرق الأوسط برمته وأنا هنا لأناقش كيفية تحقيق أهدافنا المشتركة في غزة يجب أن نعمل معا لضمان عودة الرهائن الماء وعشرين وإنهاء نظام حماس الإرهابي وفي الشمال نحن نصممون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض وإعادة السكان بأمان ونعمل معا للتوصل إلى اتفاق ولكن أيضا يجب أن نناقش الجهزية لأي سيناريو محتمل جالنت أيضا دعا واشنطن إلى تحقيق التزاماتها بمنع إيران والتي بحسب قوله هي أكبر تهديد للعالم من امتلاك سلاح نووي من البنتاجون وفاء إجباعي الحرة وكان مستشار الأمن القوامي الإسرائيلي تساهي هينجبي أوضح أن بلاده تفضل البحث في الحلول الدبلوماسية للأزمة مع حزب الله قبل الانتقال إلى الحملة العسكرية وأشار إلى أن إسرائيل تدعم الجهود التي تبدلها الأطراف الدولية المختلفة لمحاولة احتواء الصراع ومنع فتح جبهة جديدة للحرب في الشرق الأوسط بلهجة تجنح للسلم بعيدا عن التصعيد العسكري تكشف إسرائيل عن رغبتها في التوصل لحل دبلوماسي على جبهتها الشمالية التغيير في اللهجة الإسرائيلية عكسته تصريحات لمسؤولين أوضحوا أن البحث عن حل للأزمة مع حزب الله اللبناني يجب أن يكون في الأرويقة الدبلوماسية أولا قبل أن ينتقل لساحة الحرب نحن نؤمن بهذا الترتيب البعض أكثر تشككا منا ولكننا والأمريكيين نؤمن به وسنخصص الآن أسابيع طويلة لمحاولة التوصل إلى تسوية يجب أن يكون هناك ترتيب عبر الوسائل الدبلوماسية الجميع يفهم ذلك نحن ندرك أنه يجب أن يكون هناك ترتيب من خلال وسائل أخرى وفي الوقت الحالي نفضل تركيز على الحملة الدبلوماسية المسؤول الإسرائيلي يكشف كذلك عن مناقشات مكثفة مع واشنطن التي تبذل مع أطراف دولية أخرى جهودا مكثفة في محاولة لاحتوى اندلاع الصراع أوسع بين حزب الله وإسرائيل التي لطالما لوحد بالحل العسكري ردا على القصف المتكرر من حزب الله على الشمال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي ولعل آخرة هذه التهديدات كانت إعلان الجيش الإسرائيلي أنه وافق على خطط عملياتية لهجوم في لبنان واتخاذ قرارات بشأن زيادة جهزية القوات على الجبهة الشمالية المساعي والجهود الأمريكية في هذا الإطار لم تقتصر فقط على الزيارات المتكررة للمبعوث الأمريكي للرئيس بايدن أموس حاكستاين إلى بيروت وإنما كان ملف التصعيد مع حزب الله ضمن أبرز الملفات التي حملها وزير الدفاع الإسرائيلي يو أف غالانت إلى واشنطن لبحث سبول احتواء التصعيد مع حزب الله الذي دأب على مدى أشهر على قصف مناطق حدودية وقرن إسرائيلية لترد إسرائيل بقصف مناطق في جنوب وشرقي لبنان للحديث أكثر عن نتائج جولة غالانت في واشنطن نظام إلينا من نيويورك البروفيسور في جامعة فوردم جون دافنبورت أستاذ دافنبورت ما هو دور برأيك يؤف غالانت كوسيط رئيسي اليوم بين الولايات المتحدة وإسرائيل لحل هذه الأزمة وعدم توسيع هذه التوتر الحالي خصوصا بين نتنياهو وبايدن لي أن أقول أن الهدف الرئيسي للزيارة هو جعل الحكومتين منخرطتان الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية وأنا أشك بأن هذا سيحقق أي اختراق رئيسي المنقف يصبح أكثر سوءا يوما بعد يوم في الحرب في غزة وأيضا على الحدود الشمالية مع لبنان ووزير الدفاع ولويد أوستن وزير الدفاع هنا لا يمكنهما حل هذه المشاكل بدون اتفاق بين رئيس الوزراء نتنياهو وبايدن بالإضافة إلى حماس حماس كانت تجر قدميها بالنسبة لقبول عرض وقف اطلاق النار لأنها تعرف أنها عندما تفعل ذلك سيكون هناك ضغط على حزب الله في الشمال للتوقف عن هجماته وهي لا تريد ذلك يبدو أنه قيل لنا أن القوات الإسرائيلية عندما تسيطر على رفح ويفترض أنها فعلت ذلك الآن أن هذا سيكون نهاية الحرب وأنهم سيلاحقون قادة حماس من الأنفاق في رفح هذا لم يحدث نحن في مرحلة غير واضحة متى ستنتهي الحرب في غزة 37 ألف ضحية وقائد حماس يقول هو يحب هذه الضحايا لأن هذا يجلب الانتباه وهذه نظرة مروعة ولكن اقتبس قوله هذا هذا الاجتماع لن يؤدي إلى اختراق لن يكون هناك اختراق إلا إذا كان هناك حل ديبلوماسي الحل الدبلوماسي هي لأيضا إيجاد حل الدولتين ذكرت في مقالك أستاذ دافنبورت بأن العودة إلى خطة الدولتين أو حل الدولتين هي الطريقة الوحيدة لمنع تكرار المجازر والأرقام المخيفة التي ترتفع التي ذكرتها بين الفلسطينيين كيف يمكن تحقيق هذا الحل وسط الانقسامات السياسية أيضا في ظل أكثر من 140 دولة تعترف بحل الدولتين وحتى بوجود دولة فلسطينية ما الذي يمنع اليوم دول العالم من تطبيق حل الدولتين الذي مستمر منذ سنوات هناك حاجة ماسة له كل دولة لها مصلحة في هذا ويجب على الدول أن تلتائم سويا الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون والدول الرئيسية في الشرق الأوسط الأردن السعودية مصر إلى آخره لمحاولة الاتفاق على اليوم التالي ما الذي سيحدث بالنسبة لإعمار غزة وتأكد أن هذا لن يحدث ثانية إنهاء دورة العنف التي رأيناها مرارا وتكرارا لعقود هذا يتطلب رئيس أمريكي جديد بغض النظر عمن سينتخب في نوفمبر كي يدعم هذا التحالف القوي ويجب أن يكون هناك إرغام للسلطة الفلسطينية وإسرائيل الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عمن هو في السلطة كي يمضو قدما في حل الدولتين حاليا نتنياهو قال إنه لن يقبل مثل هذا الحل ويبدو أنه ليست لديه أي خطة على الإطلاق لمرحلة أستاذ دافنبورت عفونا على المقاطعة لكن عندما تقول أنه يجب إرغام السلطة الفلسطينية وإسرائيل على الحلول الدبلوماسية والقوانين الدولية ولكن هناك The Amnesty International Human Rights Watch الأمم المتحدة تقول بأن هناك حتى قبل السابع من أكتوبر خرقات تقوم بها إسرائيل لحل الدولتين اليوم عندما يكون العالم أكثر من 140 دولة تريد حل الدولتين وتعترف بوجود الدولة الفلسطينية من الذي يمنع هذه الخطوة اليوم؟ العاملين اليمين الإسرائيلي وبالتأكيد حماس محمود عباس في الضفة الغربية لم يساعد العملية عن طريق بقائه في السلطة أكثر مما ينبغي الأمر يتطلب مجموعة جديدة من القادة في غزة والضفة وإسرائيل بالإضافة إلى تحول رئيسي في السياسة الأمريكية لعمل مثل هذا التحالف لحل المشكلة هذه دفعة قوية ولا يوجد أي وهم أن المسألة ستكون سهلة ولكن إذا لم يكن هناك حركة إلى الأمام ووقف لإطلاق النار في غزة وخطة لما بعد الحرب فيمكن أن نتوقع أن الحرب ستتوسع وأنا قلق جدا من التواغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان وتصريحات على التلفزيون الإسرائيلي من مسؤولين في تحالف نتنياهو يبدو أنهم يقولون ما علينا عمله هو أن نستولي على عشر أو اثنى عشر ميلا من الأراضي اللبنانية لعمل منطقة عازلة لحماية أنفسنا وأمريكا إذا سحبت إلى حرب في لبنان هذا يمكن أن يجلب سوريا ونزاع مباشر مع إيران وكما ذكرت هناك الأذرع النووية لإيران وهي عامل الوزيران بالتأكيد نقشاه إذن الموقف خطير جدا شكرا لبروفزور في جامعة فوردم جون دافنبورت على هذه المقابلة طالبت المدوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إسرائيل بتأمين توصيل المساعدات إلى غزة وخلال كلمتها في جلسة لمجلس الأمن حملت توماس جرينفيلد حماس المسؤولية عن حياة المدنيين وقالت أن الحركة تقف حائلا دون التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار آخر تقرير عن الأمن الغذائي يوضح أن الاحتياجات الإنسانية في غزة كارثية وينبغي أن تصل المساعدات الإنسانية لكل من يحتاج إليها في كل ربوع غزة الكثير من سكان غزة يواجهون مستويات من الجوع والوضع قد يزداد سوءا وبسرعة لا سيما مع التأخير المستمر في تدفق المساعدات ونعتبر أن أمن التواقم الأممية والعملين في مجال المساعدات الإنسانية يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى سنواصل الضغط على إسرائيل لخلق ظروف أفضل لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة لكي تتمكن المنظمات الإنسانية من مواصلة العمل بأمان من أجل إنقاذ حياة المدنيين في القطاع قال المدير السابق لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لاري غاربر إن تعليق عمليات المساعدات في أنحاء القطاع يعود بالأساس إلى النقص المسجل في المساعدات الواردة وخلال مقابلات أجرتها الحرة معه ذكر غاربر أنه في الوقت الحالي ومع سمرار العمليات العسكرية يصعب إيصال ما تيسر من المساعدات التي تصل إلى غزة مشددا على ضرورة البحث في طرق أخرى لتوفير الظروف اللازمة لعمل منظمات الإغاثة الافتقار للمساعدة القادمة إلى غزة والثاني هو عندما تصل المساعدات إلى غزة من الصعب توزيعها سواء عن طريق الأمم المتحدة أونروا والمنظمات غير الحكومية وحتى عبر رجال الأعمال الخواص الذين لا يزال يعملون في غزة ويستطيعون شراء المواد الخام لصنع الخبز والمواد الغذائية الأخرى إذن هذا ما يجب أن نركز عليه التأكد من أنه لا توجد أعناق زجاجة بمعنى نقاط اختناق ووصول المساعدات عبر غزة إلى المحتاجين أيضا قطاع غزة في يوم ما قد يكون أفضل في مكان معين ولكن هذا قد يتغير بسرعة بناء على الظروف بما فيها العمليات العسكرية التي تجري في منطقة معينة رصدت عدسة رويترز عمليات إيصال المساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري الأمريكي عمليات الهدف منها هو إعانة مدني القطاع العالقين على جبهة النار ولكنها لا تخلو من التحديات قد يجمل الرصيف البحري قبالة شواطئ قطاع غزة بحركة قوافله التي لا تهدأ المجهودة الحثيثة للجيش الأمريكي لفتح ممرات إنسانية لإغاثة أكثر من مليونين مدني تحاصرهم الحرب بين إسرائيل وحماس وسحب الدخان التي تملأ الأفق قبالة الجسر الأمريكي العائم لا تطفي على مهمة الجنود الحاحن فحسب وإنما تجعلهم أكثر إصرارا على أدائها على ما يؤكدون بالرغم مما واجهوه من انتكاسات نقوم باستخدام منصات متنقلة عوضا عن الحاويات لإفراغ المساعدات وهذا كله لدواع أمنية ولضمان عدم إدخال مواد محظورة لكن هذه العملية بطيئة للغاية كما واجهنا مصاعب تتعلق بالطقس واضطررنا لتفكيك الميناء ثم إعادة تركيبه ثلاث مرات وأظن بأننا بتنا بعد كل هذا نواكب بشكل أفضل مهمتنا بإيصال المساعدات للمحتاجين في غزة ومع هذا فإن عقبات تحدق بجهود الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع استفيد رويترز بأنه من بين أكثر من ثمانية ألاف حزمة من المساعدات وصلت عبر الرصيف الأمريكي الثلاثاء لا تزال نحو سبعة ألاف حزمة قرب الشاطئ بانتظار التواقم الإنسانية الأممية لنقلها للمحتاجين في أنحاء القطاع وبرغم الجهود الإنسانية الأمريكية واستمرار عمليات إلقاء المساعدات عبر الجو يرصد تقرير دولي حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي بين الغزيين بسبب الحرب حيث يمضي نحو خمسمائة ألف من مدني القطاع أي قرابة عشرين في المئة أياما من دون تناول الطعام واضطر أكثر من نصف الغزيين لبيع ممتلكاتهم وملابسهم للحصول على الغذاء بينما يتربص لانعدام الحاد للأمن الغذائي بكل سكان القطاع تقريبا وفقا للتقرير وتفيد رويترز نقلا عن المنظمات الإنسانية الدولية بأن الجوع في غزة يفتك بشكل خاص بالأطفال وبأن تدعيات ذلك قد تلازمهم مستقبلا فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبة جديدة على أكثر من خمسين كيانا مصرفيا إيرانيا وقالت الخزانة أن هذه الكيانات مرتبطة بعملية غسيل الأموال بمليارات الدولارات لتمويل وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية وصولا إلى الضل المصرفي لإيران حيث تجرى عمليات غسيل المليارات من الدولارات فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة العقوبات الأحدث الوزارة الأمريكية أعلنت أنها استهدفت كيانات جديدة تعمل على مساعدة الجيش الإيراني وعلى نطاق واسع للقيام بعمليات غسل مليارات الدولارات من عائدات المفط وغيرها من الإيرادات التي تصل إيران عبر الالتفاف على العقوبات الأمريكية بيان وزارة الخزانة تحدث عن عقوبات شملت أكثر من خمسين كيانا وفردا يشكلون فروعا متعددة لما يسمى بشبكة الظل المصرفي المترامية الأطراف التي تستخدمها وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني للوصول غير القانوني إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020 عبر العديد من الأنشطات التجارية المدرة للدخل أبرزها بيع النفط والبتروكيمويات الإيرانية تفاصيل أكثر وضوحا جاءت في بيان وزارة الخزانة الأمريكية كشفت عن أن شبكات مكاتب الصرافة الإيرانية وعشرات الشركات الأجنبية التي تعمل تحت سيطرتها تمكن وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني من إخفاء الإيرادات التي تجنيها في الخارج والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في مجموعة من أنشطة وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري بما في ذلك الشراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار وزارة الدفاع الإيرانية وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة عن التطوير والإنتاج والتمويل والخدمات اللوجستية لجميع الصناعات الدفاعية الإيرانية كما تدعم الإيرادات التي يتم تحقيقها من خلال هذه الشبكة أيضاً توفير الأسلحة والتمويل للمجموعات الإقليمية التابعة لإيران بما في ذلك الحثيون في اليمن الذين يواصلون هجماتهم على سفن الشحن العالمي فضلاً عن نقل الطائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره الروسي أندري بيلوسوف عبر الهاتف أهمية إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين لسيما في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا تحدث الوزير أوستن أيضاً عبر الهاتف اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف وخلال الاتصال أكد الوزير على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وكانت آخر مرة تحدثها فيها الوزير أوستن مع نظيره الروسي آنذاكس سيرجي شويغو في الخمس عشر من مارس عام الفين وثلاثة وعشرين حضرت السفرات الأمريكية في نيروبي الرعاية الأمريكيين في كينيا ودعتهم إلى الابتعاد عن الأماكن التي فيها احتجاجات التي تشهدها البلاد ودان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات وحث الأطراف السياسية في كينيا على ضبط النفس وإتاحة المجال للحوار وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بالرصاص أثناء محاولة متظاهرين اقتحام المجلس التشريعي الذي كان يناقش مشروع قانون لزيادة الضرائب ندين أعمال العنف التي تم الإبلاغ عنها خلال الاحتجاجات في نيروبي وحول كينيا ونأسف للخسائر في الأرواح والإصابات التي وقعت ونقدم تعازين للعائلات التي فقدت أحبائها ونحث على ضبط النفس لاستعادة النظام وإتاحة مساحة للحوار ككرة الثلج تتفاقم الأزمة في كينيا على خلفية مقترحات بزيادة الضرائب كانت كفيلة بإثارة حالة من الغضب والحنق لدى كثير من الكينيين التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد تدفع لحالة من عدم اليقين خلال الساعات والأيام المقبلة وبحسب منظمات حقوقية فقد قتل وأصيب العشرات بعدما تجاوز محتجون حواجز نصبتها الشرطة واقتحموا مقر البرلمان كما سجلت هذه المنظمة إحدى وعشرين حالة اختطاف من قبل الرجال شرطة بزيهم الرسمي أو بملابس مدنية في ساعات الأربع والعشرين الأخيرة ويتحدث مشاركون في هذه المظاهرات عما وصفوه بوحشية الشرطة في قمعها وعن حقهم الذي ينص عليه الدستور في الاعتصام والتظاهر السلمية لا جريمة في التظاهر لقد كنت هنا في الصباح ورأيت قوة من الشرطة غير محترفة في الواقع لا شرطة لدينا عليهم أن يلغوا هذا الهراء أنهم يعاملون المواطنين الأبرياء بوحشية رغم أنهم سلميون وغير مسلحين لا يمكنكم قتلنا جميعا لا يمكنكم اختطافنا جميعا في الدولة لا يسمعنا أحد وهم لا يخدموننا لديهم فقط مصائحهم الشخصية لذا فإن وجودنا هنا مهم جدا في هذا التوقيت حتى نتمكن من التحدث نيابة عن شعبنا نحن محميون بموجب الدستور ولدينا الحق في الاعتصام والتظاهر السفارة الأمريكية في نيروبي نشرت تحذيرا على موقعها الرسمية حذرت فيه الرعاية الأمريكيين من احتمال حدوث أعمال عنف في المظاهرات وعوصت بتجنب مناطق الاحتجاج كما نشرت السفارة على موقع اكس بيانا مشتركا مع العديد من الدول الغربية بينها كندا وبريطانيا وألمانيا حث الحكومة على التمسك بمبادئ ديمقراطية وشجب العنف في مواجهة المظاهرات وبخاصة في محيط البرلمان رصدت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريقون تزايدا كبيرا جدا في وجود الجماعات المتطرفة في هذه القارة خلال العقدين الماضيين في ظل ظروف تزداد تعقيدا في مواجهتها إلى عشرة أضعاف تزايد حجم الجماعات المتطرفة في إفريقيا منذ العام 2008 حاملة بذلك تحديات أمنية بالغة الخطورة على هذه القارة بحسب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال مايكل لينجلي الجنرال الأمريكي أوضح لقناة فوكس نيوز الأمريكية نسبة الجماعات المتطرفة في إفريقيا لم تكن تتجاوز حتى العام 2008 نسبة الأربعة بالمئة من حجم وجودها على الساحة العالمية ولكنها باتت الآن تشكل أربعين بالمئة وأمام هذا الخطر المتفاقم تضاعف القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أنشطة التعاون العسكرية والدبلوماسية والإغاثية الأمريكية فضلا عن مساعدة قوات الدول الإفريقية وبرامج الشراكة مع دولها لبناء القدرات اللازمة لمواجهة متعددة المستويات لزحف التطرف المسلح منطقة الساحل المضطربة هي بؤرة التطرف العالمية الأكثر سخونة بحسب ما وصفتها وكالة أسوشيت براس وليس بعيدا عن هناك استقر متطرفون يشتبه بأن لهم صلة بتنظيم القاعدة في منطقة بحيرة كينجي الشاسعة في شمال غربي نيجيريا حيث واصل المتطرفون الذين يدعمهم تنظيم داعش نشاطهم المستمر منذ عشر سنوات ووفقا لأسوشيت براس فإن غياب الوجود الحكومي بشكل كبير في المناطق النائية في شمال غرب نيجيريا مع تمتع تلك المنطقة بموارد معدنية غنية ومعاناة سكانها من مستويات فقر مرتفعة يمثل فرصة لتوسع الجماعات المسلحة التي كانت تنشط بشكل رئيسي في منطقة الساحل وكذلك تنظيم داعش الذي يسيطر مقاتلوه على حوض بحيرة تشاد ومما يزيد من صعوبة التصدي لهؤلاء اضطرار القوات الأمريكية العاملة في النيجر المجاورة إلى الانسحاب من هناك وإخلاء قاعدتين عسكريتين كانت تستخدمان لتسيير طائرات المأهولة وغير المأهولة ضد الجماعات المتطرفة مثل بوكو حرام النيجيرية كما يقول قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ويشير الجنرال لينجلي أيضا إلى أن التهديدات الأمنية تمتد أيضا إلى غرب إفريقيا وفي شرق القارة يتمثل خطر متواصل وهو جماعة الشباب الصومالية المتطرفة وتضاف إلى هذه الصعوبات دخول دول عدة إلى إفريقيا بأجندة تراها واشنطن مريبة مستغلة ما تعنيه هذه القارة من اضطرابات مثل روسيا في ظل زيادة مجموعة فاغنر للمرتزقة أنشطتها في بعض الدول الإفريقية ومثل إيران التي تحاول الحصول على اليوراني ومن النيجر ناهيك عن الصين ومع إطاحة الانقلابات العسكرية بالحكومات الديمقراطية في إفريقيا تتعقد جهود التعاون مع الحكومات العسكرية لاحتواء العنف بسبب قطعها علاقاتها الأمنية بشكل متزايد مع فرنسا والولايات المتحدة وتلجأ لروسيا للحصول على الدعم ولقراءة المشهد في القارة السمراء من وجهة نظر أمريكي ينضم إلينا من ولاية فيرجينيا السفير المتقاعد ونائب قائد أفريقيا سابقا فيل كارتر أستاذ كارتر كيف تقيم الوضع الحالي في كينيا في ضوء هذه الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بسبب مقترحات زيادة الضرائب هل هذه كانت السبب الرئيس أم هناك عوامل أخرى ساهمت بهذه الاحتجاجات أعتقد أن هذه حركة شعبية هناك قلق بشأن مستوى المعيشة وحالة الطبق العامل وهناك توقعات أنه عندما انتخب الرئيس الحالي أنه كان سيحسن الظروف الاقتصادية ولكن هذه الجهود لإصلاح عبء الديون أو تخفيض الديون والتي تحصل على دعم من صندوق النقد أنها سببت إجراءات تقشفية والناس كانت تعتقد أنه ستكون هناك إغاثة هذه احتجاجات استغلتها المعارضة أو دينجا وآخرون لسوء الحظ أدت إلى بعض العنف ولكنها تعبير عن الإحباط من مستوى المعيشة الغالي والحياة اليومية أنت تقول أستاذ بأن هذه هي تعبير عن الوضع العام لدى الشعب ولكن المعارضة السياسية استغلتها هل هذا صحيح؟ أنا لا أقول أنها استغلت ولكن المعارضة السياسية قررت أن تتبنى هذا الموضوع كهاجس من هواجسها كانت هناك هواجس سياسية في أوساط مجموعات مختلفة أن الانتخابات كانت متقاربة وزعيم المعارضة احتجها على النتائج والآن هناك الأزمة الاقتصادية وهناك الديون وكان هناك ضرورة لتنظيم الوضع الاقتصادي وهناك ارتفاع في مستوى المعيشة إذن المعارضة السياسية استغلت هذه إلى حد ما وهل هي تقدم حلول؟ لا نعرف ولكن موضوع العنف الذي قامت به قوات الأمن أو بعض المحتجين ويبدو أن هذا أدى إلى هجوم على البرلمان وتسبب بإحراقه يجب العودة إلى الهدوء والاحتجاجات تستمر بصورة سلمية إذا أردنا حوار ديمقراطي فعال برأيك لتحسين هذه الظروف الحالية كيف يمكن للحكومة الكينية التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال ودون اللجوء إلى العنف خصوصا بأن الرئيس كان يريد أن يحسن هذه الظروف الحالية ولكنه واجه ضغوطا معينة وأدى إلى إجراءات تقشفية كيف يمكن اليوم منع اللجوء إلى العنف؟ أعتقد أن هذا سؤال صعب عندما بدأ العنف كان يجب أن تكون هناك طريقة للانخراط بطريقة فعالة الكثير من هذه الاحتجاجات نراها من الشبان على وسائل التواصل الاجتماعي هناك حاجة للطرفين المعارضة السياسية والحكومة ألا تكون مستقطبة أعتقد أن ما يجب أن يحدث هو أن هذا التشريع ويجب أن ينحى جانبا وأن تكون هناك جهود للحوار لنرى هل هناك مخرج من هذا المأزق الذي تواجهه البلاد وهذا مفهوم من جانب معظم الناس ولكن لو نظرنا على تركيبة النظام المالي فالعبء يكون أقل على الذين يعانون لأن هناك زيادة في تكاليف المعيشة يجب أن تكون هناك حوارات بين الحكومة والمعارضة لإيقاف هذه الاحتجاجات بدلا من القيام بتنحية هذا التشريع والقيام بحوارات في ظل التقارير عن وحشية الشرطة واختطاف المتظاهرين كيف ترى تأثير هذه الاحتجاجات على استقرار كينيا السياسي والاقتصادي في المستقبل القريب؟ بالفعل بدأوا ونتيجة لذلك موضوع تجاوزات الشرطة هذا يجب أن يتم التطرق له هناك مجموعات إنسانية وقانونية وحقوقية احتجت على الاحتجازات وأيضا استخدام القوة العنيفة هذه كلها يجب أن يتم التحقيق فيها من جانب الحكومة بطريقة شفافة ومفتوحة والمذنبون الذين ارتكبوا هذا العنف يجب أن يحاسبوا كذلك أيضا من بين المحتجين الذين قاموا بالنهب والعنف أيضا يجب أن يحاسبوا وكل هذا بطريقة شفافة لأن هذا أثر على الظروف الاقتصادية والسياسية في البلد والأمور تحولت إلى أزمة وإلى شيء من الصعب أن نتراجع عنه الآن السفيل المتقعد ونائب قائد أفريكم سابقا فيل كارتر شكرا لوجودك معنا أحد الملفات التي يتوقع أن تأخذ حيزا واسعا في المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشحين الرئاسيين الأمريكيين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو ملف الأحكام القضائية والمتابعات سواء المرتبطة بالرئيس السابق ترامب أو نجل الرئيس الحالي هانتر بايدن فكيف ستؤثر على هذه المناظرة في المتابع؟ ما أكثر السوابق في هذه المناظرة الرئاسية غير المسبوق سيكون على المنصة رئيس أمريكي سابق مدان في قضية محلية ومتابع في قضايا فدرالية كما سيكون على الطرف الآخر من المنصة أيضا رئيس أمريكي مدان أحد أفراد عائلته الإبن هانتر في قضية قد صدر حكم فيها بين الحالتين سيكون هذا المقطع مركز الاهتمام وقمة الجدل في المناظرة الرئاسية من وجهة نظر بايدن فالخصم المباشر متابع قضائيا على الطرف الآخر سيكون أمام ترامب ورقة يقدمها للأمريكيين كما فعل دائما وهي تلك المسألة التي يقول عنها بأن عائلة بايدن ليست بريئة إنه سياق متقارب جدا كما يظهر في استطلاعات الرأي هذا الأمر يشكل فرصة جيدة للطرفين ولكنه في الوقت نفسه يفرض عليهم ضغطا كبيرا لاستغلال هذه الفرصة المتاحة لهم بالنسبة للرئيس السابق سوف يحرص على تقديم نفسه على أنه ضحية لنظام قضائي تستخدمه إدارة الرئيس بايدن ضده ولكن هناك تحدي آخر وأن هذه الأحكام باتت صادرة الآن وعلى الرئيس السابق أن يدافع على براءته وجدارته بإدارة شؤون الأمريكيين في حالة إعادة انتخابه سيكون في المقابل لبايدن الفرصة لتأكيد بأنه سوف يقبل بأحكام القضاء في قضية الإبن هانتر وقد فعل ذلك وبأنه سوف يلتزم بما صدر من أحكام ولن يستخدم حق العفو الرئاسي كما هو متاح قانونيا هذه المناظرة غير عادية تماما في تاريخ بلادنا نحن نشهد مناظرة بين رئيس يحكم البلاد في مواجهة رئيس سابق وهذا وضع غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الناس يعرفون جيدا كلا المدرشحين لكنهم سيتطلعون إلى معرفة قدرتهما على أداء المهام بالنظر إلى عامل السن لكلاهما بالتأكيد أن الرئيس السابق ترامب لم يكن يتمنى ولا يتوقع أن تكون هذه الصورة التي تصحبه في المشهد الأخير لرغبته أو لمصاره في العودة مجددا إلى البيت الأبيض في مقابل ذلك سيكون الرئيس بايدن أمام تحدي بين مشاعر وعواطف الأب تجاه ابنه وبين التزامه السياسي القاضي بعدم التدخل لصالح ابنه لكن في كل الحالات لا أحد كان يتوقع يوما أن يكون المشهد على منصة المناظرة بين مرشحين الانتخابات الرئاسة بهذه الصورة القانونية رابح فلالي الحرة واشنطن أتقد بريطانيا صراحة مؤسس موقع ويكيليكس جولين أسانج بناء على اتفاق مع السلطات الأمريكية يقضي بإقراره بالذنب بتهمة واحدة تتعلق بالحصول على معلومات سرية وأنقل أسانج إلى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة حيث سيمثل أمام محكمة تقضي بعدها بسجنه نفس المدة التي أمضاها بالفعل في سجن في لندن ومن ثم الإفراج عنه دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين المستثمرين في العالم إلى الاستثمار في الولايات المتحدة التي تشكل الوجهة الأولى لاستثمار عالميا وخلال قمة الاستثمار لعام 2024 تحدث بلينكين عن الخطوات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم في الأسواق الأمريكية أكد وزير خارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أمام قمة الاستثمار للعام 2024 سيلكت يو اس اي أن لا مكان أفضل في العالم من الولايات المتحدة للإستثمار ولا وقت أفضل من الآن على مدى السنوات الثلاث الماضية استثمرت الشركات من جميع أنحاء العالم أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة مما دعم ملايين الوظائف في جميع أنحاء هذا البلد نحن فخورون بأنه بالإضافة إلى كونها المكان الرائد للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم تظل الولايات المتحدة أيضا الوجهة الأولى في العالم للاستثمار الأجنبي تشكل هذه القمة عنصرا أساسيا من جهود الإدارة الأمريكية لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة ويشارك فيها سنويا الألاف من رؤساء الشركات والبعثات الدبلوماسية والمستثمرين وحكام الولايات وعمدة المدن والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين في الأسبوع الماضي أنشأ الرئيس بايدن مجموعة العمل الدبلوماسية الاقتصادية التي تضم قادة من وزارة الخارجية والتجارة والخزانة وغيرها من الوكالات لضمان استمرار سياستنا الخارجية في خلق الفرص للشركات الأمريكية على مستوى العالم مع جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية للأمن القومي الأمريكي تشير الأرقام إلى أن قمة العام الماضي حققت 2300 استثمار أجنبي في الولايات المتحدة بقيمة تعدت 110 مليارات دولار مما أدى إلى خلق حوالي 85 ألف وظيفة في كافة الولايات المتحدة الأمريكية بشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن ننتقل الآن إلى أخبار كوبا أمريكا لكرة القدم في يومها الرابع والتي تحتضنها الولايات المتحدة إلى غادة 14 من شهر يوليو تعثرت البرازيل في بلاية مشورها في بطولة كوبا أمريكا بتعادلها مع كوستريكا من دون أهداف المباراة التي جرت في ولاية كاليفورنيا ضد المجموعة الرابعة سيطر فيها المنتخب البرازيلي وأضع فرصا عديدة ولكن كوستريكا صمدت ورجحت في اقتصام نقاط المباراة وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة نفسها فاز المنتخب الكولومبي على منتخب باراغوي بهدفين لهدف في مباراة مثيرة جدا جرت في مدينة هيوستن في ولاية تكساس ترجمة نانسي قنقر وتبدأ الليلة مباراة مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى حيث يلعب المنتخب الأرجنتني ضد منتخب تشيلي على ملعب ماتلايف ستيديم في ولاية نيوجرزي فيما يلتقي منتخب بيرو مع المنتخب الكندي على أرضية ملعب تشيلدرن ميرسي بارك الواقع في ولاية كانزاس أكمل منتخب الأرجنتين تحضيراته لهذه المواجهة التي قد يحمله الفوز فيها إلى ثمن نهائي البطولة قال مدرب الأرجنتين خلال مؤتمر صحفي أن تشكيلة الفريق ستكون مشابهة لما جاء في المباراة السابقة ويحتفل النجم ليونال ماسي خلال هذه المباراة بعيد ميلاده السابع والثلاثين بينما الجميع في الأرجنتين يعلق أملا كبير عليه للحفاظ على لقب كوبا أمريكا الذي حققه في النسخة الماضية على حساب البرازيل هذا وبدأت المدن الأمريكية تعيش على أجواء بطولة كوبا أمريكا حيث شهدت أشهر ساحة مدينة نيويورك تايم سكوير أجواء رائعة بعد فوز الأرجنتين وبروزها بوجه ممتاز في أولى مباراةها مشجعوا منتخب الأرجنتين عاشوا أجواء رائعة واحتفلوا على أنغام الموسيقى وغنوا هتفات تكريما لقائد الأرجنتين ليونال ماسي وعلى غرار نيويورك تعيش بقية المدن والولايات الأمريكية حضورا جماهريا لافتا لمشجعين المنتخبات المشاركة حيث تحضر الجماهير إلى حد الآن في حدود سبعين ألف متفرج في كل مباراة من مباراة هذه البطولة بدأت ما تعرف بفوبيا الجسور تنتجر بين سكان ولاية ميرليند الأمريكية منذ حادثة انهيار جسر فرانسيس كوكي في مدينة بولتمور في أواخر مارس الماضي عندما استضمت به سفينة وبات جسر تيسبيك باي المجاور الوحيد الذي يربط بين ضفتي خليج تيسبيك حيث تعمل شركة خاصة على توفير سائقين لقيادة سيارات الخائفين من القيادة على الجسر الاقتراب من هذا الجسر الوحيد الذي بات يربط بين ضفتي خليج تيسبيك بولاية ميرليند الأمريكية قد يستدعي لدى البعض أكبر مخاوفهم فوبيا الجسور التي انتابت كثيرين خاصة بعد حادثة استدام ناقلة البضائع بالجسر المجاور أواخر مارس الماضي لكنها أيضا انعكست إيجابا على شركة النقل هذا نستطيع أن نصل إليك في غضون ثلاثين أو أربعين دقيقة هل هذا جيد؟ نعم جيد جدا نوفر الخدمة للمصابين بالخوف يتعين عليهم الاتصال بنا قبل وصولهم إلى إحدى ضفتي الخليج بنحو ساعة على الأقل ثم نوفر سائقا محترفا يتولى قيادة سياراتهم فوق الجسر ونوفر لهم أيضا عصابة العين ليشعروا بالراحة كنا نتلقى نحو ألفي طلب سنويا ثم زادت بشكل ملحوظ في الآوينة الأخيرة بعد حادثة انهيار جسر بالتيمور يصاب بعض الناس بنوبات الهلع عند القيادة على هذا الجسر فهو مرتفع كثيرا بالإضافة إلى حوافه التي تشعرهم بأنهم سيسقطون في مياه الخليج يمر الجسر فوق خليج جيسبيك بطول يزيد على أربعة أميال وقد لا تتعدى هذه المسافة عشر دقائق بالسيارة لكنها تبدو للبعض مرعبة كثيرا قبل وقت طويل أصبت بنوبة هلع شديدة واضطررت للتوقف فوق الجسر ومنذ ذلك الوقت كانت زوجتي هي من تقود السيارة بنا ولكن بعد وفاتها قبل سبع سنوات أصبحت ألجأ لستيفن وشركته لنقلي إلى الضفة الأخرى من الجسر وفي المقابل يجد كثيرون هذا الجسر ممتعا ويمكنهم من رؤية منظر طبيعي لمياه الخليج والضفة الأخرى إلا أن بعضهم لم يخفي القلق الذي بات يراوده صحيح أن حادثة جسر بالتمور أعادت إلي هواجسة كانت لدي في السابق لكن ليس لدينا بديل آخر هذا هو الوحيد الذي يصل للضفة الأخرى لذلك علينا التغلب على هذه المخاوف في بعض الأحيان تؤثر الرياح الشديدة على المركبة فوق الجسر وأيضا تكدس السيارات قرب حفة الجسر اليمنى لكنه ليس مرعبا بالنسبة لي المخيف أحيانا هو أن نكون بداخل سيارة عالقة أو أن نتورط في حادث مروري عليه ونتخفيف التكدس والزحام يجري تحويل ممر أو اثنين من جسر تشيسبيك بي في ساعات الذروة إلى التجاه العكسي في وقت يرجح أن تستمر عمليات بناء جسر بالتمور حتى عام 2028 تفوق تكلفة إعادة إنشاء جسر فرانسيس كوتكي مليارا وسبعمائة مليون دولار أمريكي وقد تنجح ولاية ميرلند في الحصول على تمويل فدرالي كامل ولكن الخوف الذي سببته حادثة انهياره قد يظل طويلا سارة نور الدين الحرة ميرلند بيرتن هولد بحار أمريكي كرس حياته لجمع التحف النادر من الشواطئ الأسيوية ليقوم بعرضها في معارض فنية في أولاية واشنطن لتوعي بأهمية حماية التراث الآسيوي من الاندفار ويعد هولد واحدا من نحو مليوني بحار تحتفي بهم الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للبحارة وتدعو لحمايتهم من الأخطار المتزايدة كالهجمات على ممرات الملاحة وأعمال القرصنة حينما كان عمري عشرين عاما كنت في زيارة لأوروبا وحصلت على وظيفة على متن سفينة ثم عملت في البحارية الأمريكية لمدة ثلاث سنوات وبعدها كبحار مدني وتدرجت في الوظائف حتى أصبحت ربانا للسفن الكبيرة وخلال رحلات لآسيا أصبحت مفتونا بالفلبين بدأت في التعرف على السكان في الفلبين وأعقد معهم صداقات وأشتري منهم مقتنيات مميزة وحينما تقاعدت عن العمل قبل ثلاثين عاما أصبح عندي وقت أطول للعودة إلى جزر الفلبين والتجول فيما بينها لجمع مزيد من التحف والآن أصبحت معروفا بمجموعة مميزة وتتم دعوتي لأروي للناس قصة هذه الثقافة المذهلة هذا مالونج وهو ثوب كانت ترتديه نساء ماريناو بجزيرة من دناو جنوب الفلبين قبل أكثر من خمسين عاما هذا النسيج متقن من الوجهين لا يمكنك أن تعثر على أزياء بهذا الإتقان الآن قد تتطلب حياكة هذا الشريط المزخرف وحده شهرا وكانت النساء حين يبلى الثوب يحتفظن بهذا الشريط لاستخدامه فيزي آخر لندرته وارتفاع ثمنه هذه آلة موسيقية مصنوعة من البامبو مقبضها من عاج قرون الجاموس وجزء منها مصنوع من الفضة يمكنك العثور على أنواع حديثة لكن من الصعب أن تجد عملا بهذا الإبداع في التفاصيل في الوقت الحاضر التقاليد العتيقة آخذة في الاضمحلال لدى الأجيال الجديدة إنها الظاهرة نفسها نلاحظها في أي بلد مدينة سان فرانسيسكو من أقدم مدن الولايات المتحدة وأشدها كثافة سكانية وهي الأولى من بين مدن الولايات المتحدة من حيث دخل الفرد وأصبحت مركزاً اقتصادياً مهماً ومحفلاً لاستضافة الأحداث الكبرى مثل توقيع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة ومعاهدة السلام بين اليابان ودول المحور وهي من أكثر المدن جذباً للسياح في البلاد هي رابع مدن كاليفورنيا من حيث عدد السكان البالغ مليون نسمة وثاني أشد المدن الأمريكية كثافة سكانية بعد نيويورك تمتد سان فرانسيسكو على مساحة 121 كيلو متراً مربعاً وهي الأولى بين مدن أمريكا من حيث دخل الفرد سميت المدينة على اسم القديس الإيطالي فرانسيس الأسيسي مؤسس الرهبنة بالكنيسة الكاثوليكية تحولت المدينة إلى مركز جذب سكاني مع حم الذهب في القرن التاسع عشر حتى أقام فيها نحو ربع سكان كاليفورنيا تم بناء المدينة مرة أخرى بعد أن دمر زلزال عام 1906 75% منها وباتت فيما بعد مركزاً لاستضافة الأحداث الكبرى مثل توقيع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 ومؤهدت سان فرانسيسكو للسلام بين اليابان ودول المحور غدت المدينة منطلقة للحركات الليبرالية والأنشطة التحررية ومنها ثورات الحرية الجنسية وحركات السلام المناهضة للحرب وصراخات الموضة الجديدة وأضحط مركزاً اقتصادياً عالمياً حيث قفز إجمال الناتج القومي لها إلى أكثر من 260 مليار دولار وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي أكثر من 300 ألف دولار سنوياً احتلت سان فرانسيسكو المرتبة الخامسة أمريكياً من حيث عدد الزوار الأجانب حيث زارها عام 2022 أكثر من مليون و700 ألف أجنبي وما يزيد على 21 مليون زائر محلي تشتهر المدينة بصيفها اللطيف وتلالها المتدرجة وشوارعها التي يزينها مزيج من الهندسة المعمارية المتقنة بالإضافة إلى جسر البوابة الذهبية الشهير والعربات الكهربائية المعلقة والمدينة الصينية وشبكة المواصلات العتيقة تضم المدينة عدداً من المعاهد التعليمية والثقافية الشهيرة مثل جامعتين كاليفورنيا وسان فرانسيسكو ومعهد الموسيقى ومتحف الفنون الحديثة وأركسترا وباليه سان فرانسيسكو ودار الأوبرا ومركز موسيقى الجاز وأكاديمية العلوم وينطلق من مطار سان فرانسيسكو رحلات لأكثر من 125 مدينة في العالم ويستطيع السائح أن يستمتع في الصيف بزيارة الواجهة البحرية الشهيرة للمدينة ويتجول على متن قواربها السياحية أو يعتدي أبراجها الشاهقة مثل برج سيلز فوريس الذي يبلغ ارتفاعه 360 متراً وبرج الإذاعة والتلفزيون الذي يصل طوله إلى 300 متر موسيقى مشاهدين هذه الأخبار وغيرها يمكنكم متابعتهم مباشرة عبر صفحاتنا على يوتيوب وموقعنا الإلكتروني الحرة.com وتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إلى اللقاء